ما هو سبب الهجرات التي تمت من جانب اليهود العرب إلى الخارج؟ ده أنا هفاجأ حضرتك بمفاجأة لطيفة قوي فضل التواريخ الهجرات من اليهود من المغرب تقريبا هي نفس تواريخ الهجرات من مصر هجرات اليهود من مصر وهنا الدور القذر اللي بتلعبه السياسة هي اللي بتضرب المنهاج اللي قائم على التسامح وقبل الأخ وعشان كده السامح والتعايش بين الجميع وقبل الأخر احنا ما جبناش في حدثنا سيرة الصهيونية ما جبناش سيرة إسرائيل لا علاقة لنا بالصهيونية نحن نتكلم عن اليهود عن يهود ليهم ثقافة مصرية وبيحبوا مصر وبيحبوا المغرب زي حب المسلم والمسيحي ليها ما فيش حاجة مش موجودة الإسكندرية مدينة طول عمرها مدينة متوسطية بحر متوسطية مفتوحة للكل المصري مش الحاكم لا المصري العادي بيقبل الآخر ويتعاون معه ويتآلف معه ويتحاب معه في المغرب وفي مصر بدون أي مشكلات لكن إمتى بتبدأ المشكلات؟ يعني هنا حتى بنرصد بعد افتتاح قناة سويس بيتزايد عدد الجالية اليهودية في مصر أو بيتزايد عدد اليهود في مصر بعد الحرب العالمية التانية بيبدأ بقى إيه؟ بعد الحرب العالمية الأولى برضو بيتزايد بعد الحرب العالمية التانية ولما يخد تدخل السياسة حيبدأ فيه مشكلة خاصة لما يعلن عن قيام دولة إسرائيل وحتى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل اليهودي اللي ما عندوش نازعات سيونية لم يتعرض له أحد لكن عندنا توانيخ مهمة وده يبين بقى إيه حتة لما ييجي التعاصب الديني مسألة اتهام مصر الثورة أو مصر عبد الناصر بطرد اليهود مسألة على فكرة فيها مبالغة شديدة للغاية لأن الهجرات بدأت قبل ثورة 23 يوليو وتحديدا بعد 48 بدأت الهجرات وبع ظهور جماعة الإخوان بدأت الهجرات لكن لما حدث العدوان السلاسي وحدثت فضيحة لفون في عناصر كثيرة هي خرجت من نفسها بعض العناصر تم تعوضها ووسائق الشركات الموجودة في دول الوسائق القومية بتشير إلى هذا التعويد ترجمة نانسي قنقر